بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنبروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا في الجنات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن استريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعلني ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما تبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحي في ذريتي وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا نوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن وعت الله حق فيقول ما هذا إلا أتاقير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلكم من الإن والإنس إنهم كانوا خاترين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكدرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عادم إذ أنذر قومهم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاق عليكم عذاب يوم عظيم قالوا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديدهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وطرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلها بل ضنوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستبعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفوا فلما قضي يولّوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنذل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجربوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من جونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولن يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفلون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعذر لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبسوا إلا شاعة من نهار بلاغ فهل يهلف إلا القوم الفاتحون